لجنة الحوار الوطني الفرعية في محافظة اللاذقية تناقش المقترحات الخطية للقوى السياسية حول مؤتمر الحوار الوطني ورؤيتها للخروج من الازمة ناقشت لجنة الحوار الوطني في اللاذقية بمعرض اجتماعها الرد على كتاب رئيس مجلس الوزراء القاضي برفع المقترحات والاجابة على نقاط الورقة التي حددت من قبل اللجنة المركزية لمؤتمر الحوار الوطني هذا وقد وضعت الاجابات بعد استعراضا للأوراق المقدمة من كافة الفعاليات في المحافظة والتي وزعت عليها الورقة واجابت على مقترحاتها وفي نهاية الاجتماع استخلصت اللجنة الرد النهائي على الورقة لرفعه الى السيد رئيس مجلس الوزراء للاعداد لمؤتمر الحوار الوطني طبعا سنستعرض ونجيب على عشر تساؤلات طرحت في الاستمارة سنجيب عليها بالتفصيل عشر تساؤلات ستأخذ من روح كل الأوراق المقدمة ومن كل اللقاءات وهي التي تجاوز اكثر من خمسين لقاءات تشاوري وحواري مع كل القوى والمؤطرة وغير المؤطرة معارضة وغير معارضة تم التداول بكل الاجابات والوقوف عند الخواسم المشتركة لوضعها امام هذه اللجنة ومن ثم المصادقة عليها وارسالها الى اللجنة المركزية لتوثيقها ومن ثم الاعتماد الالية التي ستتبع في المؤتمر القادم هذه الاستبيانات وضعت امام لجنة الحوار لتمحيصة وتدقيقة في معرفة العداد والافكار والقوى المطروحة المطروح رفعها الى لجنة الحوار الوطني الشامل في دمشق الى السيد رئيس مجلس الوزراء لنضع رؤية المحافظة في عملية الحوار السياسي الحوار هو الاسلوب الراقي لحل المشاكل في المجتمع والدولة وبالحوار سوف نتواصل وننطلق لتعزيز قدراتنا البشرية والاقتصادية التي ستنهض وتتكاتف لبناء سوريا المستقبل